دان جلالة الملك عبد الله الثاني الهجوم البشع الذي وقع مساء يوم أمس وسط مدينة برشلونة وأودى بحيات عدد من الضحاء الأبرياء وإصابة آخرين وجلالة الملك أعرب في برقية بعث بها إلى جلالة الملك فليب السادس عفوا ملك إسبانيا عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي الجبان مؤكدا وقوف الأردن وتضامنه مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة والتزامه في دعم الجهود الدولية للحرب على الإرهاب إلى ذلك أدانت الحكومة بشدة الحادث الإرهابي حيث أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة إسبانيا تتابع تفاصيل الحادث الإرهابي للتحقق من جنسيات الضحايا